قصتنا النهاردة عن أسماء طول عمرها بتحلم تبلؤولها في كل حاجة تعليم، رياضة، طموحها كان ملوش آخر لحد ما ربنا اختبرها بمرض صعب ومزمن أسماء في ربع كلي بدأت تحس بأعرض غريبة جدا فجأة حركتها ما بقتش زي الأول مش قادرة أنها تعمل أي مجهود بعد ما كانت بتجري وتلعب وتلعب رياضة بقت تقع من طولها وهي ماشية نظرها بدأ يضعف بعد ما لفت كتير قوي عادة كترة عرفت أن هي مصابة بمرض مناعي نادر اسمه وهن العضلات المرض ده مزمن مزمن ويفضل معها طول حياتها لازم تاخد أدوية تزبط المناعة وكورتيزون مدى الحياة في الوقت ده كانت مرتبطة بزميلها راح تقدم لها وكان هيجوزها بعد التخرج لما عارف حالتها سبها راح خطب بنت تاني وفي تفاصيل كده اللي احنا قلناها اللي انا هتكلم فيها في النص ورغم كده نجحت وجابت تقدير امتياز بقت معيدة عشان تفرح أهلها اللي كانوا دايماً واقفين جنبها بس فضلت عقدت المرض دي مترضاها كل ما تيجي ترتبط يتقدم لها عرسان كتير بقابل عشان هي أمورة ما شاء الله الله مبارك مجرد ما يعرفه مرضها يسيبوها فكرت إن هي ما تقولش للعريس الجديد أي حاجة خير بعد ما يعرفها كويس فعلاً استنت شهرين بدأ يعرفها كويس وقبل ما تشتري أي حاجة للجواز راح تقلت له قالها ولا يهمك هكمل معاكي تخيلوا أول ما جابت فستان الفرح وقبل الفرح بشهرين سبها راح خطب بنت تانية ومامت وبقى كلمتها قالت لها ترضي ترتبطي بواحد بيشرب مخدرات ومخبي عليه كين هو بيشرب تخيلوا أسماء نفسية تبقى توحشة قوي متضمارة مش عارفة تعمل إيه عشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور محمد محمود حمودة استشاري الطب النفسي زيك دكتور حمود زيك يا سيد عشني للله المشجرات اللذيذة دي ايه رأيك في قصة النهاردة بقى والله قصة يعني لازم نتعاطف معاه أول مرة شوفك متعاطف يعني ايه معاصلة هو لت جيت عالكورسي ده ما سبتش حد في قصة حقا الميسينيا جريفز اللي هو الوهن العضر للوبيل ده مرض فعلا مرض مش سهل يعني هو ده بيجي فجأة هو بيجي في سن من العشرين لاربعين في الستات وفوق الستين في الرجالة المرض ده زي أغلب الأمراض المناعية هو مرض مناعي فبيبقى شقع في الستات زي ما قلنا وليه ديورنا الفرييشن يعني تصحى من النومكوس قوي شوية مع المجهود اللي هتبزله في اليوم يبدأ يحصل لها جفنها يقع أنا أعدت أقرى الموضوع ده هو لما جفن بيقع ده اللي بيؤثر على النظر ده بيؤثر على النظر أنا أعدت أقرى خلتني دخلت على جوجل وحتى دور على كل المعروبات وممكن يؤثر على يعني لما جفن يقع إحنا ما نشوفش ده بيأثر بيعمل أصلاً مش بس كده أصلاً مش بس كده هي العضلات كلها إحنا في عضلات في رمينة يعني بيروا العصاب كلها بتسيب بترتك لا العضلات هو مرض في النيورو ماسكولور جنكشن يعني في الربطة ما بين الأعصاب والعضلات أيوة هو مرض مش تابع الأمراض يعني مش دكتور مناعة زي ما هي راح كده تروح لدكتور مناعة لا من فتروح لدكتور أمراض عصبية أو طب المخ والأعصاب هو ده في النيورو ماسكولور جنكشن فده المسؤول عنه هو طبيب المخ والأعصاب يعني دي حاجة في المخ في مركز من مركز لا طبيب المخ والأعصاب هو المسؤول عن عصاب الجسم كلها فهو ده في الوصلة ما بين العضلات وما بين الأعصاب الأعصاب بتدي إشارة للعضلات فالعضلات تبدأ تنقبض فالوصلة دي بيحصل فيها المشكلة إنه بتتكون أجسام مناعية تقفل المستقبلات بتاعت الأسيطيل كولين على العضلة فيبقى العضلة فالعصاب ما تعرقبت خلاص بتحلي العضلة ما تتحركش بالضبط كده فتيجي تبقى الأول شغالة كويس أول ما تصحى من النوم مع الوقت تبدأ ده يحصل بقى عضلات العين كمان إحنا في عضلات اللي بجيب عندنا يمين ويشمال العضلات مع الوقت تبدأ إيبقى فيها مشكلة فمش بس سقوط الجفن اللي بيعمل كده لا عضلات العين بسبب تبدأ ترهك وتتعب عضلات جليلها وعضلات بسمها لما تنام في الأول الأمور تبقى ماشي كده بعد كده ممكن مع الوقت الموضوع يزداد سوقا فتبدأ تاخد وقت أطول عشان يحصل لها recovery من المياسينيا أو من الوهن العضلي ده